كيف يتم استعباد الشعب السعودي بقوانين إرهابية، ديكتاتورية، داعشية ما أنزل الله بها من سلطان؟ أنا درست النظام السعودي في كتابين لي، كتاب قبل حوالي 15 عاماً وهو تحت عنوان الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية أو تحت عنوان آخر نشرته في الانترنت جذور الاستبداد الفكر السياسي الوهابي وثم قمت بدراسة هذا النظام، دراسة دستور النظام السعودي بالمقارنة مع النظام الجمهوري الإسلامي في إيران في كتابي الآخر الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين الدستور السعودي والدستور الإيراني وذلك في سنة 2009 تقريباً، 2010 أكملت هذا الكتاب وقبل أن أقوم بهذه الدراسة لم أكن أعرف حقيقة أو دراستين لم أكن أعرف حقيقة النظام السعودي بصورة مفصلة كما أعتقد أن الكثير من الناس يجهلون حقيقة هذا النظام الاستبدادي، الديكتاتوري، المطلق الذي لا يتسبب بالضرر على شعبه فقط وإنما على الشعوب المجاورة وعلى العالم الإسلامي كله بما يشوه الإسلام وبما يثير من حروب حروب مستمرة حروب أدوانية كل يوم حرب مع بلد لكي يخضع هذه البلاد له ويبيئها للاستعمار والمستعمرين يعني هو لا يتدخل في هذه البلاد فقط لمنافع خاصة له هو يحاول أن يفرض سيادته وسيادة المستعمرين والصهاينة بالوكالة عن المنطقة كلها أنا درست الفكر السياسي الوهابي ودرست النظام السعودي الدستوري النظام الدستوري للسعودية اللي ما يوجد فيه نظام دستوري وإنما ما يسمى بمثابة نظام اللي هي القوانين أو الأنظمة الثلاثة التي أصدرها الملك الأسبق فهد سنة 92 بعد المطالبة بالديمقراطية والحضرية في السعودية فأصدر هذه الأنظمة ودرستها بالتفصيل في كتابي الشرعية الدستورية اللي هي ما تتحدث عن حقوق الشعب وحرياته وإنما تتحدث فقط عن صلاحيات وحقوق الأسرة المالكة والملكة في الفترة الأخيرة تعرفون تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي أو العام وسائل الاتصال الاجتماعية مثل تويتر مثل فيسبوك مثل يوتيوب مثل الانترنت عموما الناس في السعودية بدأوا يعني يرون في هذه الوسائل الحديثة اللي يشترك بعض أمرها السعودية في يعني في تكفل أو في يساهمون في أموالها يعني يشتري أسهم مثل وليدي بن طلالي يشتري حوالي 22% من أسهم تويتر حتى يعطي فلوس إليها ويربح فالشعب السعودي حاول أن يتعرف على العالم وما يجري حواليه الأعلام طبعا مطبق عليه الأعلام السعودي MBC والقنوات الفضائية اللي أيضا صادرها الملك القادم ابن سلمان MBC وروتانا وكل القنوات هذه يحاول أن يسيطر عليها حتى يخيم على الإعلام ويمنع الناس من الاستماع للمحطات الأخرى حتى لا يستمعوا أي شيء أو يشوش عليها أو يمنعها ويعاقب عليها في وسائل التصالي الاجتماعي الناس بدأوا يتحدثون يعبرون ينتقدون مثلا يشاركون في السياسة بشكل بسيط حتى هذا ممنوع ممنوع الدولة كل ما تقرر هو حلال وكل ما تحرم فهو حرام الحرام ما حرم على سعود والحلال ما أحلى على سعود وليس النبي محمد هذا دينهم الجديد الذي يحاول أن يفرض مثلا كما رأيتم قبل مدة ركوب السيارة قيادة المرأة للسيارة وهذا من أكبر المحرمات وحملة تعلامية وكذا ولا أحد يستطيع أن ينتقد هذا القرار أو القانون أو المرأة إذا ساقت عشان تساقل السجن ويساق ولي أمرها كذلك المحكمة وأنه تحدي النظام النظام هذا الإسلامي الموحد ولكن إذا يجي حاكم آخر يقول لا لا سياقة المرأة هذا جائزة وحلال رأسا من يقول حرام يلقى بيه بسجن شوف المفارقة العجيبة الغريبة يعني يحلون كما يشاءون ويحرمون كما يشاءون يحرمون حلال الله ويحللون حرام الله فهذه الوسائل الاتصال الحديثة وفرت قدر من الحرية والديمقراطية للشعب السعودي لكي ينفس عن نفسه ويعبر عن رأيه وربما ينتقد وهذا وضعوا لقوانين سوف نرى هذا القانون الجديد هي قوانين قديمة أيضا وطوروها وشددوها الآن لكي يقمعوا الشعب السعودي ويكمموا أنفاسه ويمنعوه من التفكير والاهتمام بالشأن العام أن هذا الشأن فقط شأن شخص واحد الملك وأبنه مثلا وحتى الأمراء لا يستطيعون أن يبدو أراءهم في الشأن العام أو في الحروب التي تجري وكذلك رجال الدين هذا وعاصراطين وعاصراطين تابعين بصورة مطلقة للحاكم أي حاكم يأتي ومهما يأمر يقول لهم حزب الله مثلا إرهابي حماس إرهابي هم يرددون نفس الشيء يقول لهم إسرائيل دولة صديقة فيقول لهم دولة صديقة ولا يجوز قتل اليهود وكذا وكذا يأسم يعني يفتون بما يشتهي السلطان طبعا النظام السعودي راح يفزع من ذلك أشد الفزع ويحاول أن يشدد قمضته على الناس ويصادر حرية التفكير والتعبير والمشاركة البسيطة السياسية إذا رجعنا إلى جذور هذا النظام وولادته فهو النظام قام على السيف واستولى على السلطة بالقوة وخرج على نظام كان قد بايعه عبد العزيز بن سعود كان والي من ولاة الدولة العثمانية ثم خان هذه الدولة ومتى في أشد الظروف والأيام في الحرب العالمية الأولى انقلب على أسياده من العثمانيين وتحالف مع المستعمرين المحاربين وهذا في منطق الحركة الوهابية والفكر الوهابي من أشد أنواع الكفر الكفر هم يتهمون الآخرين إذا واحد خرج عنهم وخرج عن طاعتهم أصبح كافر مرتدا فكيف إذا هو كان يوالي الدولة العثمانية وموظف يأخذ فلوس من الدولة العثمانية ثم ينقلب عليها في ساعة العسرة فكر متناقض أشد التناقض ويجيرونه وكما يشاءون منذ ذلك الحين منذ أن استولى عبد العزيز ابن سعود على السلطة وأقام الدولة الثالثة هذه الدولة المستمرة حاليا الدولة الأولى أقامها محمد بن لهاب ومحمد بن سعود في أواسط القرن الثامن عشر وقضي عليها في بدايات القرن التاسع عشر ثم قامت دول متفرقة متقاتلة في القرن التاسع عشر سموها الدولة الثانية وهذه الدولة الثالثة المستمرة حتى اليوم فهذه الدولة قامت على أساس السيف دائم أنهم يتفخرون وشوفوا هذه الرقصات مالتهم الرقصات هي رقصة الانتصار بالسيف على الشعب السعودي الذي سموه السعودي هو مكان شعب سعودي حجازي أو يمامي أو قطيفي أو من الحائل أو من عسير الشعب العربي المسلم في الجزيرة العربية أطلقوا عليه اسمهم الشعب السعودي استعبدوه لأنه صار ملكم الخاص فلن يضعوا منذ ذلك الحين أي دستور للحكم أي نظام للحكم يقولون أن دستور عن القرآن وهم أبعد الناس عن القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يكفل الحقوق والحقيات العامة وهم قد صادروها تماما يمكن يقطعوا أياد بعض السراك البسطاء الفقراء الجائعين ويقولون أن يطبق الشريعة الإسلامية وهم أو يجلدون مثلا واحد شعب خمر وهم في قصورهم يشربون ويلعبون ويسرقون وينهبون كل ثروات البلد ولا أحد يحاسبهم ولا أحد يراقبهم ولا أحد يقطع يد أحد الأنظمة الثلاثة التي أصدرها الملك فهد هي تتعلق بتأسيس مجلس شورى مجلس شورى معين لم ينتخل من الناس وهذا المجلس لا يسهل حق اقتراح أي شيء إنما تأتيه قوانين من الحكومة فهو ينظر فيها ويدرسها ويسويها على أساس قوانين والموظفين اللي في مجلس الشورى ليس لهم أي حق وأي حصانة وأي واحد يحكي كلمة يلقى به في السجن ويطرد ويحاسب حسب قانونهم قوانين مشددة تصادر حق الناس الإسلامي والطبيعي والإنساني في المعارضة والنقد والمشاركة السياسية في التفكير في الشأن العام هذا واجب على الناس وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وإذا شافوا الحاكم ليقود البلاد إلى مهاوي وإلى كوارث وويلات أن يقول له وقف أفضل الجهاد كلمة حقا عند سلطان جائر هذا كما قال رسول الله ولكنهم أبعد ما يكونون عن رسول الله فيمنعون الناس من أداء واجبهم ووظيفتهم لأنهم عايشون في هذا بلد والبلد بلدهم ثرواتهم تنهب والحكام يبيعوها للأجانب ويقودون البلاد في حروب عبثية حروب مع العراق أنتم ذات الذكرون دفعوا صدام حسين وشجعوا على مهاجمة إيران ثمان سنوات وهم يدفعوا له المال عندما توقفت الحرب بدأوا يطالبونه بهذه الأموال ثم استدموا مع صدام وفرضوا الحصار واستدحوا القوات الأمريكية لكي يحاربوا صدام حارب العراق ودمروا العراق بتلك الحرب ثم فرضوا حصارا قاسيا رهيبا على الشعب العراقي لمدة 13 سنة وثم اشتركوا مرة أخرى في الحرب الأدوانية على النظام على العراق لكي يغيروا صدام بحجة تغيير صدام هم دمروا البلد مرة ثانية ومع أنهم ساهموا في هذه الحرب سنة 2003 وفتحوا قواعدهم وأراضيهم وسماواتهم للطائرات والجيوش والدبابات الأمريكية وجيوش الأخرى لكي تغزوا العراق فأنهم عادوا النظام العراقي لأنه مثلا ما أصبح مثل ما يردون 100% وهذه الآن أكثر من 15 سنة 14 سنة هم يحاربون هذا النظام ثم أشعلوا الفتنة في سوريا وأيضا حتى قبل ذلك حرب 2006 هم كما كشفت الصحف الإسرائيلية مؤخرا بأنهم محرضوا النظام الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية لشن حرب على لبنان ثم أشعلوا الفتنة الطائفية التكفرية ودعم الدواعش في العراق وسوريا ولم يكتفوا بذلك حتى أشعلوا الحرب الأدوانية وشنوا هذه الحرب الأدوانية على اليمن وثم اختلفوا مع قطر يحاولون يفرضون سيطرتهم على حكومة مشابهة لهم حكومة أيضا وهابية تنتمي لمحمد بعد الوهاب ولكنها شوية خرجت عن إرادتهم مثلا ففتعلوا أزمة معها مصر لا تسألوا عن مصر ودعمهم للسيسي ومحاربتهم للأخوان المسلمين وأخيرا لبنان اختفوا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بصورة غامضة ووقحة جدا ولم يأبهوا لكل العالم ولكل القوانين المعمول بها حاليا لأنهم يفعلون كما يشاءون طيب هذا سيولد ردود أفعال من مختلف البلاد هذه من العراق من سوريا من إيران وطبعا يعني تهديدهم إيران بصورة مستمرة والاستعانة بإسرائيل والتخطيط معها لشن حروب أدوانية على إيران ولا أتحدث عن أفغانستان التي ساهموا أيضا بتدميرها وبالحرب الأدوانية عليها في 2001 فالشعب يحاول أن يفكر أنه ماذا يجري في هذا البلد؟ من حق أن يفكر هذا التفكير وكيف نوقف هذه الحروب الأدوانية وهذا النهب للثروات وشراء الأسلحة بمئات المليارات من الدولارات وأن ثروة الشعب كله يشتري أسلحة به وحارب بها البلاد هذه وخليه تشغل مصانع أمريكا ومصانع الدول الأخرى الشعب يسأل ينتقد يعارض لماذا من جاء إلى السلطة؟ لماذا جاء هذا الملك ولم يأتي ذاك؟ لماذا أزل هذا ولم يأزل ذاك؟ يعني هذا الشعب يهم الشعب السعودي ويهم طبعا كل شعوب المنطقة هذا الشعب ليس شعنا سعوديا هذا الشعب يخص كل المنطقة أن النظام ديكتاتوري داعشي مثلا يقام في منطقة هذا يهدد الأنظمة المجاورة له وكما هدد فعلا هذا النظام السعودي الدول المجاورة له ابتليت به أيضا فهنا النظام يرفض أن يقول لا يحق لكم ولا يوجد في الدستور شيء يسمح للناس يجب أن يكون